كيف الحال 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 العوامل اللي كتلعب من الطفولة من التربية ديال الطفل من كيف شو تلقى التربية دياله مع الأبوين واش كان فيها العنف اللفضي واش كان فيها العنف الجسدي واش التفل ما عندوش اضطراب بحل فرط الحركة اللي كيخلي بعد المرات أن الأطفال كيكونوا عصبيين وكيف ما قلنا هذه العصبية عندها واحد العوامل عوامل بيولوجية وعوامل تربوية وعوامل في الموحد دونك إلا حاولنا نتعاملوا مع الطفل بوحد طريقة مزيانة وطورنا حتى طريقة تعامل معه ممكن هذه العصبية تنقص وكان بعد المرات لبعض الأطفال اللي كتكون عندهم العصبية من الطفولة وكتبقى عندهم فلاجات وبعد المرات كان الناس كبار اللي غادي ما غيكونوش عصبيين ولكن واحد الفطرة في حياتهم غاديبان عندهم واحد العصبية مفرطة وديك ساعات دائما نحن نقلبوه على السبب ولأن السبب بعد المرات ماشي ضروري غادي يكون اضطرب نفسي ولكن بعد المرات رك يكونو غير مشاكل اللي ما تحلات بعد المرات سوء الفهم نقص في تعبير العواطف والإحساس بالعواطف ولا الإحساس بالآخر وكان بزاف دي العوامل اللي نقدرون ندركوهم هي العصبية كنلاحظوها مثلا عند واحد شخص في الانتراكسيون خلال تعاملهم مع شخص آخر تنشوفو مثلا ما ردت فعل اللي تكون عصبية أو جواب اللي هو مع الصب إلى غير ذلك ما كي الناس لما كت يعني هذاك الغضب ولا هذاك العصبية الشديدة ما تظهرش في التعامل ديهم مع الآخرين وكتلقاهم مع الصب مع نفسه ويش تكون عندها نتائج على الصحة بيانسير العصبية كيف ما قلنا دائما مدارة بصحة دي الإنسان خاصة وردة الفعل ديال الشخص تختلف من شخص لآخر كين الناس اللي غيكضموا الغضب ديالهم وغيشدوا عندهم وغيأثر عليهم نفسيا يقدر يدلهم اضطر في النوم الغضب الشديد الداخلي وكين الناس اللي غيعبروا الغضب ديالهم يا إما بعنف لفضي ولا عنف جسدي وغيخلي أن العلاقة ما غداش تبقى مزيانة مع الآخر في كلش الحالتين لازم على الإنسان يعرف بلي الغضب الشديد هو مشكل وإلى محل لنهش دائماً غيكون عنده تأثير على السرحة على التعامل كذلك على التعامل لأن الشخص لا يعبرش على الغضب دياله فهو يقدر يعبر بواحد طريقة لنون ديال لنون غيغضب غيقطع الكلام غيغضر غيأخذ لديستانس ودكش دائماً كم ما شنقولو غيأطي واحد لصفرانس للآخر وغيخلي لسيتيواتي ودائماً تبقى معقدة ذلك شيء لاش لازم علينا نقولو بالغضب الشديد هو مشكل خصناً نعرفه منين جاي ونتعاملوا معاه باش ما يأطرش لنا على الحياة قبل ما نختمو بغيت غير نرجع الواحد للمسألة اللي هي متدولة لعنا بزاف المجتمع مثلاً وباش نفرقوه ما بين المفاهيم العصبية كيف ما فسرتها يعني عندها عندها أسباب لها كتعرفوها أنتم الأخصائيين وعندها العلاج ديالها بطبيعة الحال اللي غدي نهضروا عليه ولكن بعد المرات ما تناكد لقى واحد إنسان كي مشى عن طبق تقول لي عندك العصب في المائدة عندك العصب هذا شنو الفرق بين هاد العصب أو الأعصاب والعصبية الشديدة لتغم سغو السامب ومشي نفسهم ولكن كان بزاف الناس كيخلطوهم اكزاكتم وهذا القضية مزيلا نهضروا عليه لأنها اللانجواز اللي هو واحد الإحساس بزاف ديالناس كيبن عندهم على عقدة في المائدة وكين واحد رابطة مباشرة ما بين دماغ والجهاز الهضمي ديالإنسان أتخابيغلوني غفاق واحد العرق لديز لإلك الإنسان مقلق متوطر ممكن يحسب واحد الإحساس داخلي في الجهاز الهضمي ديالو ودك شعالش كييربطوه بأنها العصبية في المائدة لأن الإحساس كيكون في هذه المنطقة ولكن العصبية هيا كما نقوله عقلية دماغية وبيولوجية شو علاج دكتور العلاج كين بزاف ديال العلاجات على حسب الأسباب بعد المرات غير نحلو المشكلة الإنسان راكي تحيد العصبية إلا كان عنده إدمان يعالج الإدمان إلا كان عنده اكتئاب شديد يعالج اكتئاب إلا كان مرض تنائي القطب يعالج مرض تنائي القطب يعني كيكون سبب لهو ظاهر بعد المرات ما تيكونش سبب واضح بعد المرات كيكون اختلال في طريقة تفكير وفي لأن الإنسان بعد المرات في دي سيتيواتيون اللي مخصوش يتعصب فيهم كي تعصب دكتسات كيكون عنده واحد الأفكار واحد الرجعية فكرية على حسب كيفاش تربى اللي كتخلي دائما كيشوف راسه ناقص على الآخر ولأنها أطاكي من الآخر وكتديله دولافخيستخاصيون دكشي علاش بعد المرات كيما قلت لك كنمشي وغل لطريقة تفكير وكيفية التعامل مع الأفكار السلبية اللي كتخلي الإنسان يغضب بوحد شدة كبير بهذا نعم بالنسبة لأطفال مني كنلقاهم مثلا كيتعصبوا واش يعني هذه المسألة تخصيات الفتل الانتباه ديانا بيانسور لأننا احنا كنعرفوا أن الطفل عادة يعني دوناتور ما كيتعصبش بهذا الشكل اللي هو مفرد مكين أطفال اللي كنلقاوا عندهم دي رياكسون شوية مزود فيهم ولكن واش خصيات الفتن تباهنا أنه تكون واقع شي حاجة أو شي حاجة ما قدرش يعبر عليها بانسور كين جوج دي الحواجي إما غيكون المشكل في الأبوين غيكون عندهم هما العصبية خصو ميردوا البال لراسهم لأن الطفل كيمشي في الموديل كمبورتمانطال وكيعود دكش اللي كيشوف وإلى كانوا الأبوين ما عدهمش العصبية في ديك ساعات كمعندو مشكل في التعرف على الأحاسيس ديالو في تعبير ديالو لهم هذا تمرين ممكن نديروه مع جميع الأطفال باش يتعلموا يوصفوا على شنو تيحسوا ويعبروا على شنو ضرهم باش لعصبية ديالهم ومازال بزاف ديال النقاط اللي ما اتطرقناش لها ما قداش الوقت العشية ما زال عندنا إن شاء الله غضي نتكلموا مرة أخرى على الموضوع هذا ديال العصبية على الراديو وكذلك على نتائج ديالها بعض المرات يعني كنشوفوا أن علاقات كتمشي بسبب هذه العصبية ديال بعض الأشخاص واللي ما أخدوش معطوش فرصة لنفسهم أنهم يمشي ويتعالجوا بينما العلاج كيف ما قلت هو سهل وموجود غضي نتلقوك هذه الأشي هذه دكتور أنوار رضا وكذلك بكم مشاهدينا تلتحكم بنا على أمواج راديو الدوزان من جوش حتى الأربعة شكرا لكم وإلى اللقاء كيف الحال؟